اهلا بكم من جديد بالتأكيد هذا الأسبوع وشهر ديسمبر بالفعل يتعامل مع الكثير من الأمور التي قد تعتبر هي الأهم خلال هذا العام وعلى أساسه يكون بالفعل في تحضير وفهم أكثر إلى أين تتجه الأسواق والبنوك لدينا اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وإذا ما كان هناك قرارات تحفيزية جديدة لدينا أرقام الوظائف يوم الجمعة ولدينا بالتأكيد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي على ما يبدو أنه نسب أو التوقعات برفع معادلات الفائدة فيه عند حوالي 75% لأذهب مباشرة إلى ماهر مرزوق الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتل ماركتس صباح الخير أستاذ ماهر وشكرا لحضورك معنا أنا سأبدأ بالفعل هذه الاجتماعات اجتماعات البنوك المركزية البيانات الاقتصادية أنت بتويت لإلك كنت قد قل بأنه هذا أهم أسبوع في 2015 فالسر لي أكثر طبعا هذا الأسبوع حافل في الأخبار أو الاجتماعات التي ربما تعطينا صورة واضحة إلى اتجاه الاقتصاد أسعار السلع الأسهم أنه زي ما ذكرت اجتماع البنك المركزي الأوروبي سنرى ما هي سياسته المالية لسنة 2016 هل يكمل سياسته بالتيسير الكمي وهذه كلها كبيرة على أسعار من الأسهم الأوروبية كذلك السعر اليورو وعندنا اجتماع الأوبيك يوم الجمعة والذي غير متوقع أنه يأتي بأي شيء جديد المتوقع أنه حتى هناك تسريبات إذا كانت صادقة من داخل الأوبيك أنهم لن يفعلوا شيء ولن يؤثر كثيرا على الأسعار النفط إيجابيا أما بالنسبة لأرقام الوضعاء في الأمريكية والجمعة ربما تكون هي التي توضح الرؤية لنا أو للمستثمرين عن قرار الفيدرالي في تغيير الفائدة أو رفع الفائدة في نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة هناك حظر شديد في الأسواق العالمية من الغرب إلى الشرق وتأثيرات كبيرة وانتظار كبير لهذه الأخبار أستاذ ماهر أنا سأعود بعد هذا الفصل القصير لنحلل أكثر ما هو المتوقع بالفعل من البنك المركزي الأوروبي شو الأدوات اللي ممكن نشوفها مستخدمة في هذا الاجتماع ورفع معدلات الفائدة إذا ما بالفعل رأيناها كم ستكون نسبتها وهل احتسبت في الأسواق إذن دقائق معدودة نعود إليكم مع أجوبة هذه الأسئلة من الأستاذ ماهر مرزوق أهلا بكم من جديد طبعا البارحة كنا قد تابعنا من أهم الأحداث هو ما أعلنه بنك في إنجلند عن الاختبارات المختصة بالتحمل للبنوك الأكبر السبعة في بريطانيا أحد السيناريوهات التي درسها بنك في إنجلند في هذه الاختبارات أن يتراجع الإجمال الناتج المحلي الصيني إلى 1.7% فلكم أن تتخيلوا قديش بالفعل سيناريو تراجع نمو الصين يؤثر على العالم بشكل عام سأذهب مباشرة إلى سيد ماهر مرزوق الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتل ماركتس واسألك عن نظريتك بهذا الخصوص وأيضا حركة التباطئ في الاقتصاد الصيني بيانتنا حتى الآن على ما يبدو لا تظهر أنه عنه حتى نوع من يمكن الاستقرار كل الأرقام التي تظهر من الصين حتى الآن هي تشير إلى المزيد من التباطئ أكيد أنت قلت الكلمة لكل يجب أن يقولها عدم الاستقرار أو التذبذب التراجع النشاط الصناعي هو مقلق جدا لكن هناك تايوان حتى هناك انكماش في تايوان وهم يقلق على آسيا بشكل عام اليابان عندها شبه انكماش آسيا تعاني الطلب على البترول هو أكبر دليل أنه قلة الطلب على البترول يعني يقول أنه واضح أنه نشاط الصناعي تراجع والصادرات في تراجع لكن جاءها دعم الأسبوع هذا الصين عندما كان ضم اليوان إلى سلة العملات في صندوق دفعة وأنه نظرة بعيدة أرغم أنه المشاكل الحالية في الاقتصاد الصيني لأنه النظرة البعيدة هي تفاولية وأنه اقتصاد عظيم وسيتجاوز هذه المرحلة وينمو وينضج لأنه كما نعرف أنه اقتصاد رغم أنه اقتصاد بعظمته إلا أنه جديد يعني الخبرة قليلة لكن أعتقد أنه هي مجرد مشاكل آنية وسيقوم بتجاوزها ويزدهر في المستقبل وهذه النظرة العالمية بالنسبة لأقتصاد الصيني أما في الوقت الحالي فهي مقلقة لا شك طبعا أنا سأشكر حضورك معنا اليوم والأستاذ ماهر مرزوق الرئيس التنفيذي لشركة نور كابتل ماركت كنت معنا مباشرة من الكويت